أشاد ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أشاد بدعم جلالة الملك المفدى الرئيس الفخري للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية واهتمام جلالته بالعمل الخيري والإنساني مشيدا بما تلقاه المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية والعمل الخيري والإنساني في مملكة البحرين من دعم من قبل الحكومة بقيادة سموة للعهد الأمين رئيس مجلس الوزراء مشيدا بمساهمة وعطاء الشعب البحريني الكريم في الأعمال الخيرية والإنسانية جاء ذلك بمناسبة حصول مملكة البحرين على المركز الأول عربيا والثاني عشر عالميا للعام 2021 وفقا لتقرير مؤسسة كاف العالمية بالمملكة المتحدة مهديا لجلالة الملك المفدى هذا الإنجاز وقال سموه إن هذا الإنجاز الكبير يعكس رعاية جلالة الملك المفدى للأراملي والأيتام والمهنية العالية التي تدار بها المؤسسة والمساعدات الإغاثية والإنسانية التي تقدمها مملكة البحرين داخل وخارج المملكة انبادرتها لمساعدة الذين يعانون ألم الصراعات والحروب والكوارث الطبيعية وأكد سموه بأن دعم وتعاون المواطنين عبر حملة في النخير كان له أثر كبير على تقديم المؤسسة وحصولها على تقدير وتكريم عالمي ليعكس جهود المانحين والمتطوعين والذي أبداه أهل البحرين الكرام في الحملة الوطنية والتجاوب الكبير الذي حظيت به الحملة من قبل المواطنين والتجار ورجال الأعمال والمؤسسات البنكية والمصرفية والشركات والجمعيات والمقيمين والأفراد الذين لبوا نداء الوطن في تقديم الدعم والمساهمة في هذه الحملة الوطنية من جانبه قال الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية الدكتور مصطفى السيد أنه بفضل من الله سبحانه وتعالى ومن ثم الدعم الكبير الذي يحظى به العمل الخيري والإنساني في مملكة البحرين من قبل جلالة الملك والحكومة الرشيدة بقيادة سمو العهد رئيس مجلس الوزراء والقيادة الطموحة لسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة وعطاء الشعب البحريني الكريم وجهود الموظفين المخلصين فقد تصدرت مملكة البحرين مؤشر العطاء لمؤسسة كاف مما يؤكد ثقافة العطاء ومساعدة الآخرين لدى مملكة البحرين قيادة وحكومة وشعبة ترجمة نانسي قنقر